أستاذ مين؟ أستاذ سهل، اتفضل يا أستاذ سهل أستاذ سهل من جووتي من جووتي؟ أيوه يا فندم، سلام عليكم آه، لانو عليكم السلام ورحمة الله كاتو، أستاذ سهل أهلا بك يا فندم ومبسوط معكم حضرتك وأنا والله بحبك لله ومبسوط وطبع دايماً مع حضرتك البرنامج بتاعي الله يرضى عنك أستاذ سهل ربنا يحفظك، وبعد أنت يسمح حلماً أنه لو شفته في المنام ده يبقى حاجة فضل من ربنا قوي ما يتخليك الله يكرمك يا شيخ والله عظيم أنت عارف أن رسول الله سلام لما جالهم يديك العمر ويحفظك ويخليك أنت عارف حضرتك رسول الله لما جيفهم في صلح الحديبية فجالهم سهل ابن عام قال لهم سهل أمركم فاستبشر حضرت النبي تفضل لو سهل سهل أنا دي سؤالين يا شيخ لأولين أصلاً أنا أصلاً جوجة مصرية ومراتي وأنا عايشين هنا في مصر يعني أنت نصك مصر للوقت أم أنا عشت معه فالسؤال الأولاني هل الأولاد معنا بنت صغيرة وإن شاء الله في واحد جاي بردو في الدريء بأمر الله فهل الثقافة للأولاد هل هيفضل مصرية يعني لازم أخلاها يعيشوا هنا في مصر ولا أحسن أوضيه في الجبوتي ويشوفه والله أنا سعيد أوي بالسؤال ده ده سؤال ذاكي جداً عارف ليه سؤال ذاكي جداً أنه هو في الحقيقة الثقافة دي جزء مهم جداً جداً في حياة الإنسان وإنت أصلاً مش بتكلم على الثقافة بس بتكلم على الهوية الهوية هتبقى إيه ماشي ده السؤال الأولاني السؤال التاني السؤال التاني المدام الله يشفيها وعيزاك تدعيلها يا فنم يا رب ربنا يجمع لها بينا تمام الأجر والعافية يا رب هي دايماً بتقولي أنا طعبان روح أجوز وشوف واحدة تانية إيه وعدة فخ أنا بقى يعني بقول لها إيه ده بلاش تقول كلام ده أنا مش هجوز وهفضل ونربي الأولاد مع بعض فهي دايماً بتقول كلمتين أنا بتدين بعض يعني من العجر واحد لمراته تدينة بيحبها وبيحبها أوي أوي وبيحترمها وهي بتقولوا كلمتين دول بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ تقولوا ايه؟ بتقولوا الكلمتين دولي الوحي تدينة تانية، واي تانية؟ إيه الكلمة التانية ايه؟ يعني وبعدين أنا قريب هتافر بجي تقولوا لما هتروح هناك هتتدينة واحدة تانية والله العظيم الكلام ده مش موجود في القلب دي وانا قلت لك انه دفخ طيب خلاص اجاوب عليك يا سيد سهل انا سعيد جدا بسؤالك والله استاذ سهل اول حاجة مسألة الثقافة يا سادة كتير من الناس عندهم ما يسمى بالتنوع الثقافي والتنوع الثقافي ده ممكن يكون بيدوب ويبقى في هوية واحدة يعني الشخص اللي هو عنده لغتين الشخص اللي نشأ في اتولد في مكان وبعدين اتربى في مكان اقول لكم في شخص مثلا بيرمتونس مثلا مثلا ده شخص معروف انه نشأ فين وبعدين جيه في مصر فكان يكتب كلام المصريين يحسوا ان الكلام ده نبع من داخل داخل المصريين وفي مصريين راحوا عاشوا وجمعوا من الثقافتين الدكتور احمد زويل الله يرحمه ويبارك فيه ويبارك له ويجعله ان شاء الله في نور وبرك جمع ما بين الثقافتين ففيه فرق ما بين التنوع الثقافي في ذات الإنسان والهوية هو الشخص بقى عنده انتمائين لا بأس انتمائي الأب وانتمائي الأم هل ده ممكن يشتت الإنسان؟ أبداً ده ممكن يخليه متسع بس العبرة انتم الاثنين ما تخلوش مسألة التنوع الثقافي مسألة تدمر الأولاد بل هي مسألة توسع حياة الأولاد وتخليهم في راحة وسعادة وهنى كل واحد فيكم يضيف يضيف من ثقافته للاولاد ساعتها الأولاد هيبقوا في سعادة وفيهنى وفي فرح وبعدين انتم فيه شيء بيجمعكم انتم الاثنين سواء المصريين والجبوتي الاثنين بيجمعهم انهم من أهل القرى المليئة بالبركة والنور والفضل والنعمة أفريقي فده بلا شك بلا شك هيكون فيه جامع ما بين الاثنين من ذلك اتعودوا ان انتم تخرج كل واحد فيكم يخرج أجمل ما فيه ثقافته وتربوا الأولاد عليها ساعتها الدنيا تبقى فيها ساعة ونور أما زوجة حضرتك فاوعة تصدق لما بتقولك روح تجاوز تاني فيه ثلاثة حاجات ما يصدقش الرجل الست فيها روح تجاوز وأنا نسيت وخلاص أنا حاسة ان الحياة مش هتنفع بين تصدقهمش أنا بقولكم الستات عندهم لغة غير رغة الرجالة لما بتقولك انت هتتجاوز تاني أروح تجاوز تاني هي بتقولك أنا عشان تعبانة ومريضة محتاجة ان انت تكون دايما بتأكد لي تمسكك بي هي محتاجة كلام مليان طبطبة ومليان حنان هنا هيجي كلام حضرت النبي استوصوا بالنساء خير لما تيجي تقولك أنا روح تجاوز تاني أو انت هتروح تجاوز تاني في جبوتي يقول لها أنا من الموحدين انت حياتي انت نور عيني انت اللي وصاني بيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم انت معايا أنا أطبق سنة رسول الله معاكي زي ما رسول الله ما اتجاوزت على السيدة خديجة أنا مش هتجاوز عليك تاني وأظن ده هيكون معنى مهم جدا هيلخص كتير وهيخلص كتير من المشكلات بينكم اشتركوا في القناة